معي في الستوديو محمد طاها زميلي الصحفي في بي بي سي والذي يتابع ملف هونغ كونغ حتى الأسبوع الحادي عشر كيف يبدو المشهد في الأسبوع الحادي عشر للاحتجاجات محمد طبعا أنا جئت خصوصا للستوديو بعد أن عبرت لي عن انبهارك من الاحتجاجات الخاصة بهونغ كونغ فجئت لأشرح هذا الأمر لك وللمتابعين يعني هذا كما ذكرت دينا هو الأسبوع الحادي عشر للتظاهرات في هونغ كونغ بدأت التظاهرات في شهر إبريل على خلفية هذا القانون الذي اقترحته كاري لام الرئيسة التنفيذية الإقليم بتسليم الهاربين إلى الصين هذا الأمر كان الخطأ الذي لا يغطفر الذي قامت به كاري لام برغم أن كاري لام تراجعت عن هذا الاقتراح وعلقته إلا أن هذه التظاهرات استمرت مطالبة باستقالة كاري لام على اعتبار أنها أصبحت رمزا للتبعية للصين على حد تعبير المتظاهرين هم يطالبون باستقالة كاري لام يطالبون باستقلال القضاء يطالبون بحزمة من الإصلاحات الديموقراطية تضمن لهونغ كونغ وضع دولة واحدة ونظامين الذي معمول به منذ عام 1997 منذ تسليم المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى الصين وماذا يعني بنظام دولة واحدة ونظامين أن هونغ كونغ والصين دولة واحدة ولكن هناك نظامين سياسيين يحكمهما المعلمين كما ذكرت اشتركوا في هذه التظاورات ويعطيها زخم كبير والسماء السائدة على التظاورات هو العنف الشديد من كلا الطرفين شكرا جزيلا محمد طه زمينة السحفي في بي بي سي